قبل أن نبدأ معكم في أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر خاليا نروح لليندا عشان تعرفنا على آخر أخبار التقس ليندا صباح الخير عليك صباح الخير جمانا صباح الخير يا شازي صباح الخير عليك ليندا الحقيقة جمانا التقس النهاردة الصبح هيكون معتدل بشكل عام على معظم المناطق أما بالليلة هيكون شديد البرودة بكرة وبعده هيبقى فيه ارتفاع تدريجي في درجات الحرار أنا بقيت بس مع كلامك على فكرة من كم يوم قلت شديد البرودة بالليلة أنا نازل خدت جاكت والحمد لله جو كان برد بالليل كلامي دايما صحة إحنا بسنين نارف بقى التفاصيلين صباح الخير عليكم مشاهدين خلونا نصارد مع حضرتكم جولة سريعة عن أحوال التقس النهاردة التقس هيكون معتدل على القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وهيكون فيه شبورة مائية كثيفة على القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط صينة وشمال وجنوب الصايد درجة الخرارة في القهرة النهاردة عشرين وأعلى درجة خرارة في شلاتين تلاتين وأقل درجة خرارة في ساعة كاترين سبعتاشر هنتابع مع حضرتكم أحوال التقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية للوقت هنرجع للجو معنا وشازلي عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر إليك بنشكرك يا إليك اشتركوا في القناة